على الرغم من احتفالات مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية في الدور الإنجليزي وحيل السيتي إلى هيئة التحكيم الخاصة بغرفة الرقابة المالية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد اختتام التحقيق حول الاختراقات والانتهاكات المحتملة للوائح قواعد اللعب المالي نظيف إدانتهم قد تسبب بإبعادهم عن دور أبطال أوروبا في موسم يسجل فيه مانشستر سيتي إنجازاً كروياً في تاريخ الكرة الإنجليزية بتحقيق الثلاثية التاريخية ينتظر الاتحاد الأوروبي انتهاء احتكالات السيتي يدخل غرفة التحقيقات التابعة للويفا بعد كسره قواعد اللعب النظيف فمنذ دخول المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى الأسواق الرياضية في أوروبا وتحديداً كرة القدم استثمار أثار المخاوف أنذاك لدى متخذي القرار في الويفا حول مستقبل الفرق الخسائر المادية أدت إلى تدهور الأوضاع في بعض الأندية الأوروبية رفع الأجور وقيمة العقود وإسراط للمال في نقطة لم تتساوى فيها الأرباح والخسائر فكما وصفها الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني خمسون بالمئة من الأندية يخسرون الأموال والعملية في تزايد نحن مطالبون بالوقوف أمام هذا التدهور لقد أنفقوا الكثير من المال أكثر مما جنوه في الماضي وبعضهم لم يستطع دفع ديونه نحن لا نريد إيذاء أندية كرة القدم على العكس تماماً نحن نريد مساعدتهم الفرق التي تشارك في بطلات الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على القرار أن تعيش على مواردك الخاصة كان سائداً في السابق لكنه لم يعود أساس كرة القدم في أي منه هذه وفي عام 2009 تقدمت الويفا بمشروع قانون للحفاظ على النزاهة المالية يهدف إلى تحقيق مبدأ اللعب النظيف داخل الملعب وخارجه وتحقيق العدل والمساواة في عالم كرة القدم وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الأستوديو الصحفي وأيضاً خبير في أشعون المالية فراس عبدالقادر أهلاً ومرحباً بك وأيضاً خبير في أشعون الرياضية والصحفي جودة عودة أهلاً ومرحباً بك بداية نتحدث عن قواعد اللعب المالي النظيف إيش رح لنا ولو بقليل عن قواعد هذا النظام طبعاً في أوروبا أول شيء موضوع الفير بلاي اللعب النظيف دخل معنا طريق رئيس الفيفا أنا داك في 2010 مشير باتني اللي بيقول إنه كل فريق ملزم رئيس الويفا طبعاً رئيس الويفا كل فريق ملزم إنه يشتري لعبين من مواردها الخاصة شو معناها؟ يعني إذا فريق بده يشتري لعب فمعه ثلاث سنين علشان يسد ثمنه من الدخل اللي عنده يعني تحدث هو أيضاً عن التواريخ التي بدأت بداية في عام 2009-2010 بعد هبوط العديد من الأندية وتحديد في الدور الإنجليزي نتحدث عن الليدز والعديد من الفرق الأخرى بالإضافة إلى ذلك فريق هلاتسيو الذي عانى من صعوبات وأيضاً من أزمات مالية حددت برنامج دعنا نقول مالي من أجل الحفاظ على كرة القدم وبالإضافة إلى ذلك الحفاظ على مستقبل الفرق كي لا يكون هناك المدير المجنون يكسب رضا الجمهور وفي النهاية يؤدي إلى سقوط وهبوط هذا الفريق إلى درجات أخرى هل فعلاً مثل هذه الضوار؟ يعني حدث بعض الشيء من مستقبل الفرق وساعدت في تطوير كرة القدم في السنوات الأخيرة؟ أولاً قيادهم دعنا نفصل بين شيء مهم جداً في الدوريات الأوروبية الكبيرة الدوري الإنجليزي معظم الفرق هي لملاك الأندية يعني مالك نادي يشتري هذا الفريق ويصبح ملكه الدوري الإسباني غير ذلك هذا نادي يتم عن طريق الجمعية العمومية اختيار الرئيس إذن ليس هناك مالك للفريق في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي أيضاً ينضم طبعاً تعرف يوفينتوس وميلان والفرق الكبيرة وإنتر أيضاً لملاك وهنا التعامل المادي يختلف من بلد إلى بلد عندما يأتي كما أشرت في البداية على موضوع منشي السرستي عندما يأتي الملاك من الخليج ونعرف طبعاً الإمكانية المادية وماذا يمكن أن يضخه من ميزانيات فمن هنا بدأت المشكلة إلى حد ما في الدوري الإسبانية هناك التزام معين لأن الرئيس النادي هو ليس مالك النادي على عكس ما يوجد في إنجلترا وفي إيطاليا لذلك أولاً تم تحديد هذا الموضوع لأنه لا يمكن أن يأتي حتى لم يتم استدعاء أي فريق إسباني إلى غرف التحقيقات في الوافق واضح جداً إذا كان هناك مواضيع الفيرت بلي ولكن ليس بهذا الإطار ليس بهذا الموضوع بل بموضوع اللاعبين صغار السن هناك في قوانين تحدد إمكانية التعامل مع لعبين بأجيال معينة ومن هنا أرادوا في الاتحاد الأوروبي تحديد هذه الأمور المسبقة أنا أعتقد أنه قرار صائب إلى حد ما لأنه أنت تفقد هنا موضوع المساواة بين الفرق كان لا يمكن أن يكون فريقين أو ثلاث أغنياء ويواصلوا المنافسة على البطولة وبقية الفرق فرق كومبرس نعم يعني بدأت هذه الورحلة في عام 2009-2010 في عام 2013 كان هناك ما يسمى البريك إيفن أو ما يسمى بالمفهوم التجاري نقطة الموازنة بين المدخلات وأيضا بين الدخل بين الفرق ولكن في عام 2015 كان هناك أيضا تغيير آخر التغيير كان في عقاب دخول مستثمرين جدد على سبيل المثال لفريق ميلا طالبوا بخطة عمل مدروسة استثمار كبير ولكن أيضا كان هناك تغيير في قواعد اللعبة أيضا في أوروبا في هذا السياق مزبوط مع دخول كل المستثمرين الجدد في عالم الكرة القدم كان في كتير تغيير لكن حسب رأيه موضوع الفير بلي وموضوع البريك إيفن أعطى الفرق أن يعملوا ألعاب اقتصادية علشان يقدروا يوقفوا في هذه المعطيات على سبيل المثال لما فريق بيشتري لعب في قيمة 100 مليون لمدة خمس سنين فما بيسجلوا في الأوراق إنه شاروا في 100 مليون لكن بيقسموا سعر تاعه إلى خمس سنين عن طريق الإعارة طبعا كانت هناك على سبيل المثال إمبامبي لعب فريق باريس سان جرمان الذي تم شرائه من فريق موناكو على سبيل الإعارة ولذلك ما يتم الحديث عنه تم تطوير هذه الألية عن طريق ثلاث سنوات قالوا لا نريد الموازنة في كل موسم إنما في ثلاث سنوات ولذلك تم يعارض إمبامبي على سبيل هذا المثال بالضبط وهذا اللي عم بيصير إنه الأرقام نفسها إذا احنا نطلع عليها منشوف إنه الفريق بيسجل إنه دفع قيمة أقل من شو عن جد دفع وهذا الإشي صار مع نمار بالذات لما انتقل على باريس سان جرمان وكان لازم يدفع باريس يدفع مبلغ اللي هو كتير عالي اللي ما بتنصق مع هذا القانون اللي صار في هاي الحالة إنه في مؤسسة اسمها QSI قطر سبورت انفسمنت اللي هن أعطوا نمار المصاري على أساس إنه يكون السفير تاعهم في كأس العالم 2022 علشان يدفع الشرط الجزائي تاعه وهيك باريس كأنه ما دفعوا إشي باريس هو أحد الفرق التي عانت وأيضا دائما ما تواجه مثل هذه المشاكل ويتم استدعاها إلى غرف التحقيقات مانشستر سيتي طبعا هناك شركة الإمارات الراعية لهذا الفريق وبالإضافة إلى العديد من الفرق التي على سبيل المثال تشيلسي وأيضا فرق أخرى ولكن هناك نقطات جدا هامة بلاتيني قال نريد الحد من هذه الظاهرة التي أيضا أثرت على بناء لعبين ناشئين استثمار في عدد كبير من اللعبين ضرب دعنا نقول بعض الشيء اللاعبين ناشئين وهذا بعكس ما حدث على سبيل المثال في أيكس الذي اعتمد على لاعبين ناشئين أيكس يعتبر هذه الخطة أخي أدهم من سنوات طويلة هو مدرسة أيكس يعتبر نفسه مدرسة لتفريخ اللاعبين يعني في كثير من الأحيان لا يهموا أن يفوز ببطولة يصنع اللاعبين خلال فترة معينة يتم بيعهم يستثمر يأخذ الأموال ويبدأ من جديد وهذا ما يحصل الآن مع الفريق الذي وصل إلى الراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا أعتقد أنه أنا شخصيا لو سألتني كل هذا الموضوع في نوع من التحايل يعني أنت أيضا هنا تعطي الإمكانية للفرق الكبيرة أن تفترس الفرق الصغيرة ما حدث كما قال في راس مع نيمار يعني هل منطقي الثمن يجب أن تقل من فريق إلى فريق كيف أنت تعطي لاعب وبطريق التوائية حتى اللاعب يوصل بالمبلغ إلى الفريق الأصلي يعني حتى نقطة أخرى اليوم طبعا وخلال قراءة أيضا لهذا الموضوع فيما يتعلق بصفقة نيمار هناك أيضا من اتهم ساركوزي وأيضا مكرون في كل ما يتعلق بالعلاقات بين قطر وفرنسا أيضا ملف كأس العالم والاستضافة إلى ذلك أيضا ملف أيضا إحضار نيمار إلى الدوري الفرنسي باعتقاد أنه كان هناك تدخل سياسي من قبل الحكومة الفرنسية فيما يتعلق في هذا الملف من أجل استثمار أكبر إلى الدوري الفرنسي ونحن لا نستغرب ذلك طبعا لا نستغرب ذلك أبدا لأنه حتى الآن موضوع استضافة قطر لكأس العالم 2022 مثار جدل وكل فترة معينة أنت تسمع عبر وسائل الإعلام أنه يبحثون يكتشفون يحققون وأنا لا أستبعد ذلك أنه التدخل السياسي أيضا وصل إلى هذا الحد وأنه الرئاسة الفرنسية كانت في الصورة نعم طبعا سننتقل إلى موضوع آخر يتعلق أيضا في نفس السياق ولكن هذه المرة أيضا يتعلق بنيمار أيضا في الدوري الإسباني ولكن هذه المرة سنتحدث عن العقود الجزائية أو قمعين